ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اهلا ومرحبا بكم جميعا بعد عامين ونيف من العدوان على قلب العروبة النابض وعقلها المتجدد بقي القلب نابضا وبقيت كل اوردته وشرايينه وبقي العقل وجملته العصبية وبقي الجسد نعم تألم لكنه تعلم وسيعلم تعلم ان المواطنة حق والوطنية واجب والخيانة ليست وجهة نظر وتعلم ان التمسك بالثوابت مبدأ وان الشعب هو عامل وحامل الانتصار وهو الحاضن الوطني لحماة الديار ومصدر الفخار وسيعلم الاعداء اصول ومبادئ الحساب وان سوريا رقم صعب مستحيل لا يقبل القسمة ويضرب الارهاب ويطرح الخاونة والعملاء ويجمع شمل السوريين والعرب وسيعلم الاغراب والاعراب الفرق بين لحوم النعاج على موائد اللئام وبين شعب يأبى الضيمة تربى على العزة والكرامة والذين ارادوا ان يسرقوا اسم الله الاكبر ورسوله الاطهر ويكملوا الاختلاس لباقي الانبياء ويذبحوا ويخطفوا الرهبان والمطارنة والابرياء سيعلمهم اي منقلب سينقلبون وإلى الذين لم يعقلوا ولم يتوكلوا بل اتكلوا على الصهاينة وأمريكا وأصحاب العروش والكروش والطربوش لتدمير بلدهم سنرى في اي بازار سيباعون وإلى الذين لم يميزوا بين العقل وعقالات المشيخات وبين ضاد العروبة وضاد الوضاعة وبين جيم جبهة النصرة الارهابية وجيم الجيش العربي السوري المقدسة نعلمهم قواعد الفقه واللغة والقول والفعل نعلمهم ان العقل السوري يفتح افاقه ويمد ذراعيه ويفتح موائده السياسية الوطنية على اتساع الوطن ليحضن ويحتضن كل ابنائه وأحفاده تحت راية صنعها وحفظها آباؤه وأجداده منذ الاستقلال وعلى وقع نشيد الوطن حماة الديار الذين يمضون في كتابة صفحات المجد وملاحقة ما تبقى من فلول جيش أبره وأتباع مسيلمة وأدوات برنار هنري ليفي وإرهابي القاعدة حماة الديار الذين أقسموا أن يخلصوا للوطن بشرف وإخلاص ويخلصوه من رجس وسموم الإرهاب وفق استراتيجية شعبية عسكرية وطنية تقول ما تبقى من إرهابك لن يمر ولن ندعه يفر أي لا مقر ولا مفر ولكم في مضى من مؤشرات عبر فهل من اعتبر ترجمة نانسي قنقر